السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة معنا اداة جميلة جدا جدا من خلال الاداة دي هتقدر تعرب معظم اجهزة الاندوريد وخاصة اجهزة سامسونج وكمان الاداة دي بتدعم اندوريد 11 يلا بينا على طول نبدأ الشرح علشان نتعرف على كيفية تحميل وتشغيل الاداة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ويريد قبل ما نبدأ الشرح هتشتركوا معنا في القناة واتفعوا زرار الجرس يلا بينا اهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية وطبعا الاداة هتلاقي الرابط بتاعها اسفل الفيديو رابط مباشر وبدون كلمات سر اول ما نحمل الاداة هتكون معنا ملف بالشكل ده كل اللي هنعمله هنفك الضغط عنه بالشكل ده برضو وهنضغط اوكي بالشكل ده هيطلع علينا فولدر هنفتح الفولدر ده وندخل علي كلمة ag arabic tools وهنفتحها هتفتح معنا الاداة بالشكل البسيط جدا الجميل ده وطبعا قبل ما نبدأ الشرح في الاداة لازم نعرف ان الناس ده هي اللي صممت الاداة ونزلتها بصورة مجانية هنضغط على كلمة enter اللي موجودة هنا ده هيفتح لنا الاداة علشان نشوف ايه هي امكانياتها وايه هو طريقة العمل عليها اول حاجة واهم ميزة في الاداة دي انها بتدعم تعريب اجهزة سامسونج اندوريد حداشر وده ميزة جميلة جدا وبتدعم طبعا من تسعة لعشرة ومن تسعة لعشرة برضو انواع تانية وفيرجم من خمسة لستة لسبعة لتمانية فهي الاداة جميلة لانها بتدعم من اندوريد خمسة لاندوريد حداشر طيب انا عندي جهاز عايز اعربه او ابدأ اعرب الجهاز ازاي مبدئيا بتفتح الجهاز بتاعك على الوضع الطبيعي يعني الجهاز شغال والقوائم زهرة وكل حاجة بتروح على حول الهاتف وبتفعل خيارات المطورين وبعد ما تشغل تصحيح الاخطاء كمان بعدها بتروح على اصدار الاندوريد اللي عندك على الجهاز تشوفه كام سواء حداشر او تسعة لعشرة مثلا او خمسة ستة سبعة تمانية على حسب اصدار الاندوريد اللي عندك بتوصل للجهاز بعد تفعيل مخيارات المطور وتفعيل تصحيح اليو اس بي بتضغط على اصدارة الجهاز هيحمل معاك في ثواني وحتلاحز ان الجهاز اتعرب تعريب كويس جدا طيب لو حصل مشكلة في التعريب او التعريب مش عجبك بتيجي على كلمة Arabic fix اللي هي موجودة دي بتضغط عليها والجهاز وواصل وطبعا قبل لبداية كل الكلام ده بتعمل شك هنا كده يعني بتعمل خيارات المطور وتصحيح الاخطاء وتعمل تشك علشان البرنامج او الاداة تقرأ الجهاز اللي راكب على الكمبيوتر بتعمل تشك وبعد كده بتختار الموديل او الاندوريد اللي موجود عندك وبتضغط عليه وبيتم تعريب بالاداة تعريب كامل تعريب الجهاز تعريب كامل وتعريب كويس جدا بكده النهاردة يكون شرحنا انتهى ويا رب يكون عجبكو ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته